السلام عليكم متابعينا القناة في هذا الخبر المميز جدا حبيت نتبارتجي معكم باش تكون عندكم فكرة على نظام الويندوز الجديد اذا باكثر من 150 تحديث مايكروسوفت تعلن عن اكبر تحديث لنظام الويندوز 11 نظام ويندوز 11 الجديد راهوا يعني فيه 150 تحديث ومن بينها كما رامي يقولوا فيه الذكاء الاصطناعي اذا نظام 11 هذا ما زال مجهول شوية للناس فارحنا نعطيكم بعض المعلومات عليه وبعض الاخر خبر اللي راهوا نشرته ميكروسوفت اذا فقد بدأت ميكروسوفت باطلاق تحديثها الحالي شيئا فشيئا يعني بالتدريج الذي يضم حرفيا اكثر من 150 تحديثا مختلف على كافة ادوات النظام والذي قد يجعله احد افضل اصدارات الويندوز على الاطلاق يعني راهم يقولوا بني رح يكون هذا الويندوز 11 يعني حاجة فور 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 بل بزف لاجهزة الويندوز فيها التحديثات فيها الذكاء الاصطناعي فيها امور بزف ممكن تسهلك الامل في الانترنت او الحاسوب بتاعك سيقدم هذا التحديث الكبير لنظام الويندوز 11 على اكثر من 150 تحديث مختلف سواء لادوات بسيطة في نظام الويندوز او تغيرات جذرية للغاية لانه سيكون من الصعب شرحه جميعه هل ايش حبيت نتكلم ونركز على هذا الموضوع لانه حان الوقت الان اللي كل الطالب الجميعيين والناس صغار هذو والناس صغار بنات صغار يقرؤوا لها فورماتيك خلاص خليكم الويندوز 10 خليكم الويندوز 7 خليكم الويندوز 8 بتبقاوش تمشيوا في التخلف الان نظام 11 في الويندوز ركزوا عليه اتعلموه ديروا فيه البرمجة اتعلموا على اقل نظام هذا وشي هو على اقل تفتفوا فيه وشي يدير هذا وشي يدير هذا الشي هو على الاقل حاسوب اللي تقدوا تخدموا به هذا النظام تشوفوه وشي يدير كي تفهموا هذا النظام مجمع رأوا امور بزاف تحت تفتح لكم في التقنية وفي التكنولوجيا المستقبل تكونوا فاهمين طريقة العمل اما اذا ما تعلمدوش هذا النظام 11 بالتحديثات الجديدة بالتغييرات راح تكون جاهل تبقى دائما تستعمل ويندوز 7 8 و 10 وما راح تستفادل اصلا من تحديث الجديد هتبقى دائما جاهل لذلك فنعطيكم بعض المعلومات عليه شوفوا جمعة اضافة اضافة قوبيلوت هذه اضافة تطبيق اسمه قوبيلوت كمساعد شخصي مبني على الشات جي بي تي تخيلوا معي جمعة نظر نقول لكم منذ عام الشات جي بي تي ركزوا عليها جمعة لان وراه حاجة خارق للعادة وشات جي بي تي ممكن حتي يروم بلاسي جوجل يعني اذا جوجل ما تطورش من روحه راح يروم بلاسيه شات جي بي تي لانه شات جي بي تي حاجة حاجة مختلفة خلاص لازم تتعلموها جمعة وداروا لها نظام مايكروسوف داروا لها اضافة قوبيلوت كمساعد شخصي يعني انسان يتكلم معك وهو في نظام شات جي بي تي الشيء الثاني مثلا تحديث كبير لبرمجية ام اس بانتا او الرسامة ذاك اللي كانت شفاه عليها كلنا نرسمو فيها في ويندوز تحديث كبير عليه سيجعله برنامج قوي للغاير حتى اقرب لفوتوشوب يعني كنت تفكروا بكي كان نشير ويندوز كان ذاك تعال رسم ذاك السامبل ذاك القلم و بكي يخلاص قبل ما يكون بالك الفوتوشوب فميكروسوفت قامت بتحديث كبير وتغيير كله لهذا البرنامج البانت ام اس بانت وكل نقبلها هيو اللي ممكن قوي كم الفوتوشوب رغم ان الفوتوشوب ما كانش تيقدر يحقله لحد الساعة اذا فيها ايضا برمجية تقطيع الصور سنايبينج تول بما زي مثل استخراج النصوص مثلا تعطيله ورقة يخرج لك النصوص فيها تعطيله تصويرها يخرج لك النصوص يخرج لك تصويرها ويخرج لك الفيديو وامور بزاة فاجمع كان ايضا برمجية الفوتوش او كان ايضا برمجية الفوتو اللي عرض الصور يعني ستحصل على تقنيات اكثر ذكاء في عرض الصور ووصفها يعني ستتطور كثير كثير حيث اللي ممكن تتشابه تقنية الابل لعرض الصور والوجوه وامور بزاة فيها ايضا صفحة الاعدادات ستحظى بتغيرات كبيرة للغاية يعني الاعدادات رح تتغير ممكن كليا في المايكروسوفت ويندوز الناس اللي لعبوا في الالعاب سيكون هناك اعدادات خاصة للتحكم في اضاءة الارجيبي للجهاز دون الحاجة لبرمجيات خارجية ايضا فيها تحديث كبير لمتجر مايكروسوفت ستور كما لاباكم بالكين ابل ستور بلاي ستور وكين مايكروسوفت ستور ببعض خدمات الذكاء كتوفير ووصف للتطبيقات ايضا فيها دعم افضل لخدمة اكس بوكس كلاود جيمينغ للالعاب كان ايضا تحديث يجلب ميزة فوليوم ميكسر مثل برمجية لتحكم في الصوت بشكل افضل على الويندوز ايضا فيها ادراج برمجية مباشرة لقراءة ملفات الرار دون الحاجة لخدمة وصيلة مثل وينرار تفاوليها ملف الضغط هذك اللي فيه كتب تحت بعضهم باش نخرجه قالك فيها برمجية جديدة خلاص يعني بشيقى هذا الرار لا ما نستطلب هذا الوينرار هذا ايضا فيها ميزات اخرى كالتحكم بالصوت voice access ودحديث ذكي لخدمة voice narrator يعني حيواني تكلمعك بطريقة ذكية هذاك الويندوز ايضا تحكم افضل بالوضع الخاص بالويندوز الوضع المظلم ودحديث مواعيد واوقات عمله وكذلك ميزة ديمينغ لتقليل الاضاءة في الديل يعني خموا في كلها جماعة يعني مايكروسوفت ضدمت سكتت 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 ودخل دخلاروس ايضا ما هذه الا تحديثات بسيطة في الحقيقة نشرنا ما هذه الا تحديثات بسيطة اني قلتها لكم ووكاينة 150 تحديث متاح في نظام تشغيل ويندوز فيها مثلا ميزة استرجاع النظام والويندوز السحابي كنقولوا جماعة السحابي المبتدئين ايكلاود او كلاود هذا ما عندها اي حاجة في الميكروتاعك في الهاتف ترفحها في الانترنت وكي تشري هاتف جديد تقدر تتضبطها عن طريق هذا السيستام السحابي اذا استرجاع النظام كامل والويندوز السحابي داروها من بين كل هذه التحديثات يوجدوا بعض التحديثات ذات اهمية اكثر من غيرها وفي نظرنا اهم حتى الان هو دعم نظام ويندوز سحابي باسم ويندوز 365 كلاود والذي يأتي باشتراك شهري ويتيحل المستخدم استخدام نظامه في اي جهازك عبر الاتصال عبر الاتصال صحابيا فما وشكلش مجانا كان امور مدفوعة بالمال للأسف وبالتالي يمكن تخليعنا اصدار المحلي والاصدار الديسكتوب يتطلب استخدام ويندوز سحابي بعض المهارات وادارة الموارد عبر ويندوز باكاج ماناجر لتنصيب البرمجيات واداراتها لازم تكون عندك معرفة شوية في الانترنت او في النظام الافرماتيك كانت تحديث لدعم باسكاي او الباسكاي في هذا الفيديو معنى هنعطيكم معنى الباسكاي واستخداماتها فميكروسوفت شرحت مقبل وغوبل وآبل وغيرهم بدأت تتوجه لاستخدام الباسكاي كوسيلة لتعزيز حماية النظام يعتمد الباسكاي على مبادئ حماية متقدمة ترتكز على المعلومات البيومترية بالطبع يمكنك قراءة هذا الموضوع في جوجل ايضا ادراج ميزة الباسكاي في الويندوز سيتمكن مستخدم تسجيل في النظام بشكل اسهل علشان انا نقول لكم دايما انا نحب نظام الابل او نظام الماك لانه مش مشكلة انه ابل ولا خير من الويندوز لا الويندوز يبقى هو الاحسن ولكن مشكلة في الويندوز يخترق بسهولة لذلك لنخسر دراعهم ونشري ابل ونشري ماك لكي لا تخترقها مقلوماتي وهذه ابل سباقة فيها اذا متى سنرى هذا التحديث يعني اكتاح يكون هذا التحديث الضخم للويندوز 11 اللي ينصحكم به كامل تشري وحاسوب جيد ونظام 11 ستتعلبه ستولي عندكم فكرة وخلفية للويندوز الجديد ونظام الجديد في التانية هذه تحديث هذا الجديد هذا وتحديث 11 سيكون متاح بشكل تدريجي للمستخدمين في الربع الاخير من السنة يعني في نهاية تاز الشهر سيكون تحديث هذا للنسبة كل حتى بداية شهر اكتوبر لكن بعض التحديثات سيتم اطلاقها تدريجيا من المستخدمين يعني ليس كامل سيمددونهم كما لابعكم منطقة اوروبية منطقة مريكية يعني هم مارسو المارسو الجهوية تحهم كما لابعكم هم الأولوية تحهم تقنونج تمد ليب ومسا باش تمد افريقيا واسي وغيرا مثلا مثل تحديث البانت هذا الجميع جدا على سبيل المثال لذي لم يتم اصداره مباشرة بل عليك الانتظار بضع اسابيع بعد اطلاق هذا التحديث حتى تستفيده معنو يعني لازم تجيب المزاجور وتحدث وتنتظر إذن هذا والا الفيديو تعلي يمتعنا معلومة الفيديو تعلي يمتعنا مهمة بزاف لأنظمات الويندوز باش تكون عندكم فكرة على الشي اللي حين تقلوا من التكنولوجيا من الويندوزات عادي إلى ويندوز في 150 تحديث وتغيير كله في نظام مايكروسوفت هكذا باش ترجعوا الناس اللي تخدم في الويندوز تحاول تثبت ويندوز 11 باش تتمرن عليه وتتعلم عليه في نظام البرمجة والتقنيات الجديدة افضل ما تتبقىها دائما قاعد في الويندوز 7 اللي رايح حبسة المتحديثات تعمل منذ سنوات فحذاري انكم تعيشوا تخلوا في هذا مدام قادر قم بتحديث الحسوب قم بتثبيت الويندوز 11 افضل لك و افضل التكنولوجيا اللي حجي مستقبلا والبرامج جديدة اذا نلتقي في مقطعنا اخر ان شاء الله سلام